بسم الله الرحمن الرحيم موجز الاخبار من تلفزيون السودان علنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 200 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 11 حالة والتوفاء فيما تماثلة 161 حالة للشفاء وبهذا ارتفع عدد الاصابات الى 4346 حالة قال عميد ابو هاجي المستشار الاعلامي للرئيس السياد الانتقالي القائد العلى لقوات الشعب المسلح الفريق اول عبد الفتاة البرهان قال ان رئيس مجلس السيادة وتقمه بخير وصحة جيدة وان سيادته يقضي العيد وسط اهله بقرية جانوتو وسيزاوي العمله بها بعد نهاية عطلة العيدة ولا اساس من الصحة لما يتردد في الوسائط من دخوله الحجر الصحي وصل مطار خرطوم وفد طبيعي صيني لمساعدة السودان في مكافحة جائحة كورونا وكان في استقباله بالمطار كل من وزير صحة الاتحاد الدكتور اكرم علي توم والسفير الصيني بالخرطوم السيدة ماشين مين ويتكون الفريق الصيني من عدد من الاطباء والقبراء والباحثين لنغل تجربة الصين في التغلب على فيروس كورونا اشهد عضو مجلس السيادة بروفيسور صديك تاور لدى مخاطبة الاجتماع المشترك الذي شهدته مدينة تعليا بالرصيرس بين حكومة ولاية النيل الازرق واعضاء مجلس السيادة الانتقالي بالجهود المفذولة من قبل حكومة النيل الازرق التي اسهمت في استقرار الاوضاع الامنية والخدمية وتوقع تاور ان توسيع دائرة الامن ينعكس اجابا على انجاح الموسم الزراعي من جانبي اقض والي النيل الازرق المكلف اللوار ركن ياسين ابراهيم عبدالغني على حالة الامن والاستقرار الذي شهدته الولاية لافتا الى انهم اكملوا كافة الترتبات للموسم الزراعي الجديدة فيما يتعلق بتوفير مدخلات الانتاج لانجاح الموسم الزراعي للعام الحالي وجه الفريق اول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بتأمين الموسم الزراعي بمحلية القوزة بجنوب كردفان بالتحضير المبكر وتوفير المدخلات الزراعية والجازلين كما وجه بفتح المسارات والمرحيل في وقت مبكر تجنبا للاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين وجه اللجنة الامنية بالولاية بحماية ممتلكات المواطنين بتكوين قوة مقاتلة لمساندة الشرطة بمنطقة السيسبان التي تطور مكمنا لللصوص والمتفلتين المسلحين بالمحلية وقدم كباشي لدى مخاطبته الفعاليات الشعبية بمدينة دبيباتة تنويرا عن الاحداث الاخيرة بمدينة كادوغلي والتداعيات التي نجمت عنها والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحيلول دون تكرارها من جانبها شوجبت الادارات الاهلية بالمحلية على لسان الامير بقادي محمد حمات امير عموم الحوازمة ما حدث بكادوغلي واعتبرته عملا ينافي قيم التعايش الذي تنعم به مكونات الولاية واكد الفريق اول روكنا شمس الدين كباشي التزام الحكومة خلال مخاطبة مواطني قرية يومسعدة بمحلية دبيباتة بتحقيق السلام بوصف الخيار الاستراتي لترسيخ دعائم الامن والاستقرار والتنمية ودعا في لقائم بمنزل امير البراما كافي طيارة ديكادوغلي للتبشير بسلام ودعم جهود الحكومة لتحقيقه وبين ان الحكومة تشجع قيادة الادارات الاهلية للقيام بدورها ومن جانبه وصف الامير كافي طيارة الاحداثة الاخيرة لانها مؤسفة مؤكدا انه سيبذل قصار جهدي لحثم على بذل الفرقة والمحافظة على نسيج الولاية الاجتماعي والعمل من اجل السلام نهاية الموجة استحياتي الفريق العامل السلام عليكم ورحمة الله